الكبتن جمال أبو عبد قدم استقالته من تدريب فريق الفيصلي نتابع تقرير صد بالأرقام مسيرة أبو عبد مع فريق الفيصلي بعد عام وثلاثة شهور من تسلمه مهام الإدارة الفنية لفريق الفيصلي قدم الكبتن جمال أبو عبد استقالته من تدريب الفريق وهو الذي عين في منصبه في السابع والعشرين من نيسان من العام الماضي خلفا لمحمود الحديد الذي غادر موقعه بعد أن تعادل مع مغير السرحان في الجولة الثالثة من ذهاب الدور الماضي ومنذ ذلك الحين قد أبو عبد الفريق في أربع بطولات توي جاب اثنتين الدوري والدرع ولم يوافق في كأس الأردن النسخة الماضية بعد أن ودع البطولة من دورها الربع النهائي أمام الوحدات كما خسر بطولة السوبر أمام الوحدات إجمالا قاد جمال الفيصلي في خمس وثلاثين مباراة رسمية في مختلف البطولات حقق الفوز في سبع وعشرين مباراة مقابل خمس تعادلات وثلاث هزائم ومباراة خسرها بركلات الترجيح سجل الفريق بمعية أبو عبد تسعة وسبعين هدفا واستقبلت شباكه ثمانية عشر هدفا إذا استقالت الكابتن جمال أبو عبد من تدريب الفيصلي بعد مباراة الإياب سيد خالد تعليقك على توقيت الاستقالة وهل هي مبررة في هذا التوقيت وهل خسارة بطولة تبرر أن يقدم الكابتن أبو عبد الاستقالة من تدريب الفيصلي هي استقالة متوقعة نعم يعني لا ظروف وأسباب يمكن بجزء ما أحكيها أنا على الهواء المباشرة من بداية الموسم أنا متوقع أن أبو عبد ما يكمل مع الفيصلي لا ظروف كثير يعني بعيدة حتى عن الأمور الفنية لكن لو بدأ نحكي الآن بأمور فنية توقيتها صعب جدا على الفيصلي يعني الآن أنت على بعد سبوع فقط من انطلاق منافسات بطولة الدوري وهي بطولة الأهم وهي أيضا فترة تحضيرية للذهاب للمشاركة في دوري أبطال آسيا فالوضع صعب والتوقيت صعب لأنه لما بدك الآن تقول موافقة الإدارة أو عدم موافقة الإدارة على الاستقالة رح يكون فيه كثير من الأشياء اللي أنت ممكن تدور في ذهنك يعني إذا أنت بدك توافق على استقالة أبو عبدك تجي مدرب مدرب يعني بده يومين ثلاث يعني قبل المباراة الجاي ما رح يقدر يعرف الفريق أو يتعرف عليه خاصة إذا جبت أنت مدرب من خارج الأردن مدرب ما اختار التشكيل ما اختار الفريق صعب خالد هاي كمان نقطة أساسية يعني المدرب اللي سيأتي لن يكون ملام إذا لم يحقق النتاج أنه ما اختار المنظومة الفريق مهما شوف المدرب اللي بدي يجي هو مضطرب بدي يتعامل مع الأسماء الموجودة عنده لكن أنت بدك تتعامل مع الأسماء بدك وقت بدك وقت تتعرف على اللاعبين الفكر تاعتك لما بدك تطبقه على اللاعبين بدك فترة يعني أنت مثلا جمال أبو عابد بلاعب مثلا سيصة في وسط المالعب أنا والله بدي أياه يلعب ظهير أنا مقتنع أنه هو بلعب مثلا في الوسط اليسار أمين الشنينة ما بلاعبه مثلا مهاجم صريح فبكون في اختلاف بالفكر واختلاف في واجبات اللاعبين هذه بدها فترة وبدها مباريات ودي تجربية حتى أنه أنت تزرع فكرك باللاعبين الآن ما في وقت لو بدي يجي مدرب ما في وقت أنه يوضع بصبته لكن ممكن يكون فيه تغيير معنوي يعني من اللاعبين أنه أنت إذا جبت مدرب في بعض المدربين شاطرين في استنهاض همم اللاعبين يعني هذه شغلتهم أنه بقدر يستنهض همم اللاعبين بقدر يوجههم بقدر يستثير حماسهم داخل الملعب بالتالي ممكن تكون نتيجة إيجابية في البداية لكن ما مرور الوقت فكره بيبين في المباريات التالية وخاصة في المشاركات الخارجية الفيصلية أنا أعرف أنه بلش يبحث عن مدرب هو اجتماع لدارة سيكون غدا لكن صار في تواصل مع مدرب عربي وأعتقد أنه شرفه صعبة أنه يوافق على هذا العرض لكن المحاولات موجودة في البعض زي ما حكينا أنه الوقت ضيق لأنه رفض الاستقالة بيكون أفضل والبعض الآخر بيقول لك أنه خلينا نبحث عن مدرب جديد فالتوقيت يعني صعب بالنسبة للفيصلية استقالت أبو عبد أتت خلاف مصرحة في المتمر الصحفي مثل زميد خالد قالوا لن يستقيل إلا بعد إنجاز يعني شوف التصريحات بروتوكولية كلها تصريحات بروتوكولية المدربين واللاعبين يعني تعال على اللاعب يعني لما تسأله أنت كإعلام يعطيك شي شي الحمد لله وقدر الله وما شاء فعله يعني لا يحكي شي بالأمور الفنية المدرب مش راح يحكي إلا الأمور الرسمية والموتوكولات يعني هو بيقول لك طبعاً هو بده يعني يحكي باللغة اللي بتحبها الجماهير لكن الظروف أحياناً بتجبرك أنه أنت تطلع عن الخط وأحياناً ظروف أنت بتكون مش متوقحة أنت بتصطدم فيها يعني الكابتن جمال أبو عبد بيقول لك أنا ما بطلع إلا على إنجاز أو على فوز مثلاً قبليها المدير الفن المنتخب عدنان حمد قبل نمسا قال أنه أنا مستمر مع المنتخب لا لا حتى لكن تعرفش أنت شو بيصير؟ طب بالأرقام زميل خالد بالأرقام يعني أرقام ممكن ممتازة لكابتن أبو عبد مع الفيصل في فترة الماضية 65 مباراة 27 تسار خمسة عدلات ثلاثة خسائر الحالة التهديفية أيضاً أرقام يعني بمعدل في المباراة أكثر من هدفين 79 هدف في 25 مباراة و 18 هدف في استقبال شباك وأقل من هدفين أرقام تتحدث أن الفترة أبو عابد مع الفريق الفيسري فيها نجاح أبو عابد من المدربين الجيدين لكن أنا ما بعترفي بطولة الدرع بظرفه الحالي كمقياس أنا بقيس قسط الدوري والمسيرة بشكل عام أنا بقول لك أبو عابد المدربين المعروف فيه ودرب المنتخب الوطني ودرب الفيسري لكن انفعالاته أحياناً هي بتأثر على قراراته وهذا اللي شفناه بالمؤتمر الصحفي حكى أنه مستمر بعد المباراة هل ضغط السوشال ميديا؟ هل ضغط السوشال ميديا أيضاً ساهمة برأيك بهذا القرار؟ السوشال ميديا هو اللي بيقود الرياضة الأردنية وكثير قرارات مهمة في الرياضة اتخذها لمواقع التواصل الاجتماعي رغم إدراك المسؤولين أنه القرار الصح في الاتجاه هذا لكن السوشال ميديا بيضغط على الجهة بروح على الجهة ديك رغم اليقين أنه القرار الصح في الجهة لك هم بروحوا على الجهة الثانية رضاءاً لمواقع التواصل الاجتماعي عشان هيك صعب أنه تنجح للأندي إذا استمرت في هذا الطريق المفروض يكون في خبرات هي اللي يتحرك ما بدنا في الأندية أنه أنت بس أنت بتيجي على النادي بتبحث عن شو والله بتتصور مع فلاني والله مسافر بتروح أجيب اللاعب الفلاني طيب ما هذا الجهة اللي جبته لاعب فاشا شو مين تحمل مسؤولية أنت ولا المدرب نعم بعيدة عن الطريق الصحيح لأنه بحضور أحسن تتوقع غدا موافقة على الاستقالة من قبل المجلسي الدارة؟ أنا توقعاتي موافقة توقعات الموافقة؟ أتوقع أنا موافقة على الاستقالة ويكون في مدرب جديد نعم أكل حال نتمنى إن شاء الله توفيق لفرقنا نتمنى إن شاء الله يكون موسم قادم مختلف ونشاهد منافسة بأكثر من فريقين نشاهد منافسة ثلاثية ربعية وخماسية إن شاء الله على الألقاب وإن شاء الله نتمنى التوفيق للفيصل ووحدات في دور أبطال آسيا الوحدات في الدور التمهيدي والفيصل في محل المجموعات وأيضا توفيق لمنتخبنا إن شاء الله بالتحضير المثالي لمشواره في تصفير كأسيا علم